عقدت وزارة الصحة مؤتمراً صحفياً بهدف رفع الوعي بأهمية التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية إلى جانب الحديث عن أسباب انتشار الأمراض التنفسية وطرق الوقاية والعلاج منها وعرضت خلال المؤتمر منظومة رصد الإنفلونزا والأمراض التنفسية بالدولة مع انتشار الأمراض التنفسية الحد خلال الفترات الماضية جاء هذا المؤتمر الصحفي بهدف رفع الوعي بأهمية التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية إلى جانب الحديث عن أسباب انتشار الأمراض التنفسية وطرق الوقاية والعلاج التطعيمات شيء مهم جداً في الوقاية من الكثير من الأمراض ولعلنا كلنا أدركنا وشوفنا قد إيه كان تأثير قدرة الجهات الصحية على إنتاج لقاح الكورونا في تخفيف حجم الجائحة وتخفيف الاحتياج لدخول المستشفيات وتخفيف معدلات الوفيات خلال المؤتمر تم عرض منظومة رصد الإنفلونزا والأمراض التنفسية الحد بالدولة والتي تنقسم للنظام الترصد القومي ونظام الترصد قائم على الحدث إلى جانب برامج الاستخبارات الوبائية والمسوحات الصحية والأبحاث الميدانية التطعيمات هي أكتر وسيلة فعالة وبيتجيب تأثير أن نحمي فئات المجتمع المختلفة من الأمراض المؤدية المستهدفة بالتطعيم الدولة المصرية ووزارة الصحة بتصرف سنويا على التطعيمات ما يقرب من مليار و300 مليون جنيه سنويا للحماية من الأمراض المؤدية المستهدفة بالتطعيم في ناس بتتلخبط بين أنف الوانزة والبرد تعتقد خطأا أن هذا التطعيم غير مهم والوزارة طبعا لأنها فهم أهمية التطعيم وفهم خطورة المرض لأنه بيعيبية ويجي له مضاعفات ممكن تلاقي نفسك داخل المستشفى تكاليف زيادة على الشخص وعالدولة وبالتالي يعني الوزارة والمصنع للتطعيم بيلتقوا في حاجة واحدة اللي هو الحفاظ على صاحة العيان مع انتشور الأمراض التنفسية يأتي دور مؤسسات الدولة لتوعية المواطنين باتخاذ الأساليب الوقائية واتباع الإجراءات الاحترازية خاصة خلال الفترة بين فصلي الخريف والشتاء وذلك للوقاية من الأمراض الفيروسية